اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تنتهي بصفته مدير عام للمسحة امو سير للمسحة وهل ارتكب خطأا يمكن كذلك ان يسأل عليه ولنخلصه في الاخير الى صفة الدكتور حسن طيب مدير الطب اللي كان هو المدير الطب للمسحة لنقف كذلك عن هل ارتكب خطأا يمكن ان يسأل عليه اعتقد انه من خلال البحث في النصوص النظمة اللي عمل في المجال الطبي لم نقف على اي خطأ يمكن ان ينسبه لهذا الرجل ولذلك قلت بانه كما اقول دائما انه كان هناك يعني سوء فهم لهذا البلف وسوء تدبير لهذا البلف من مجهة نظري دائما كدفاع لاننا هناك امور دقيقة كان يجب نوقف عليها لم يسمى نوقف عليها لذلك اليوم المناقشة لم يتميز من اختصاص الطبيب المعالج او الطبيب المزاوي والمدير الطبي وباقي الصفات اخرى وهذا هو الخطأ الكبير لانه اليوم كما تعرفون انه القانون يمنح الاستقلال للطبيب في 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 وصف في علاجاته يمنح الحرية في تحديد الوصفة وطريقة العلاج القربي ولا يمكن ان يتخل فيه لذلك لا يمكن ان ننتظر من اي جهة ان كانت ان تكون رقيبا على الطبيب الا في حدود ما يسمح به القانون لانه الطبيب كما تنسى عن ذلك اخلاقية من اه مدونة الاخلاقيات دائما للطب انه هو مستقل وحر وهو مسؤول كدلك باش نعطيكم السياق اللي جات في هذا النقاش هاد النقاش كما تعلمون انه هاد الملف تبعثي شخصين عبدالرزاق تازيب سيفة مدير ايدال ومودية باشقون سيفة مدير امالية وكان نقاشنا مع اه سواء لا امام سيد الوكيل العام في مرحلة دي التقديم ولا امام سلقه دي التحقيق في خلال جميع مرحلة التحقيق ولا امام الحكامة ان هذين الشخصين ليست لهم هاته الصفة مودية باشقون ليست مدير امالية وعبدالزاق تازيب مدير ايدال فكننا ملزمين بان نحضر الوثائق التي تثبيت من هو المدير الاداري ومدوا مدير المادى وانطلقنا من السنوات السابقة على هذا الموقع والانطلقنا من السنة 2015 من كان يشتغل هذه المهام من 2017 حتى التاريخ الاتكام الواقع بالعقود المثبتة لهذه الاتذي الاتذبات اذا الاطباء او المسؤولين الذين تعاقبوا علي هذه المهمة وكلهم لهم عقود وكلهم لهم وثاقة تدävت على قاتل انه من كان يوميل السمذة مهمة مدير المادية ومهلة المو inventor الطبي لكي ينخلص الى ان لا زوجات الدكتر حسن حسن التازي كانت مديرا مريا ولا أخوه عبدالصغ تازي كان مديرا مريا والعقد الأخير اللي كانت تعلق بالمدير الطبي لأنه بعد اعتقال الدكتور حسن التازي كانت المؤسسة لا بد أن تبحث عن مدير طبي فقامت بالتعاقد مع مدير طبي وأنا ديت به لشيء واحد ووحيد هو أن نتبه أن هذه المؤسسة كشركة تتعامل بالعقد ولا تتعامل بالمعاملات الشفاوية لأنه لم يمكن أن نأتيها كده ونقول إن فلان مدير أو فلان مديرة وإنما العقد هي التي تحكم لا ليست المرافعة الأخيرة لازلت لنا جلستين على أقل طريق إن شاء الله أجلت لها الجلسة؟ نعم أجلت لجلسة الأسبوع المقبل إن شاء الله على الساعتين لإستكمال المرافعة ترجمة نانسي قنقر